يا إرمز الذي لا يستطيع التخلي عن ستمبر بأي شكل من الأشكال لن ينكمش بعد ستمبر مرة أخرى وسيسعى جاهدا للعودة معا على الرغم من أن عدنان وكوري يضعان خطط ويحاولان إذاء عائلة الإرمل إلا أن يا إرمز سينع ذلك بغض النظر عن مدى محاولة يا إرمز القيام بذلك سررا فلن يفلت من عيون نورا في موازاة ذلك سيكون أسليم هو الذي ينقذ برمين الذي حاول أن ينتحر ليفسد الصورة العائلية السعيدة لأسليم وأوزان مرة أخرى على الرغم من أن أسل إرم وأوزان لن ينفصل مهما حدث فقد بدأ برمين والفاتح حربا للفصل بينهما غير قادر على تحمل ما حدث ليا إرمار خاطر بكل شيء لتدمير يا إرمز بغض النظر عن مقدار ما يحاول سبتمبر منعه لن يكون هناك أي شخص غير متوقع سيمنع يا إرمار يهرب السبتمبر من سبتمبر أثناء محاولته التحدث إلى يابيز الأوكل من ناحية أخرى يستمتع أسليم وأوزان بل من شملهما مع بعضهما البعض أخيرا وعندما يفشل الفاتح في كسر الأمور في ديسمبر سيفعل برشين كل شيء لتعطيل هذه السعادة من ناحية أخرى لا تعرف سيبل ماذا تفعل بحقيقة أنها تعلمت من نتيجة الحمض النووي يحاول سبتمبر سعادة أوزان وأسليم بينما يتسبب يا غيز عن غير قصد في أكبر ألم يخشى حدوثه لوالده إنه يحاول سعادة أوزان وأسليم سيكشف برشين وفاتح الحقائق المتبقية في سيبل وجنكيز أثناء محاولتهما منع سعادة الأشخاص الذين يحبونهم فاتحا وبرشين الذان حاولا إفساد حفل زفاف الأب الذي حاول قتل يا إرمز لأنه أضر بابنته ولا يمكنهم الانفصال عن بعضهم البعض مهما حدث يا إرمار الذي يكتشف أن ابنته حامل لا يرحب بهذا الوضع جنبا إلى جنب مع نوران يتخذون موقفا قاسيا للغاية تجاه سبتمبر يتخذ إجراءا لإطلاق النار على يا إرمز الذي يعتقد أنه لوث شرف ابنته عندما يطلق النار على يا إرمز يمر أمام سبتمبر يخبر كوراي الذي جاء في اللحظة الأخيرة أنه إيل إرم العاشقان والطفل في بطن إيل إرم المنه سبتمبر الذي يهتم بإنقاذ حياة يغيز لا يمكنه الاعتراض على ذلك في الواقع يستعد أوزان وأوزان لحضور حفل زفاف سيقيمون حفل الزفاف في المقهى في المدرسة يحاول فاتح برشين منع الفاتح يضع رجلا بعده لخطف اسليم لكنه لا يستطيع النجاح لا توافق جوليدي ومنتاز على حقيقة أن أوزان وأسليم يتزوجان بزفاف برق يعارض هدية وطارق أيضا في البداية ولكن بعد ذلك عندما يفهمون لماذا يفعل الشباب هذا يقررون الدعم إن مثاق فاتح وبرشين يشن حملة صارمة لأنهم لم يتمكنوا من منع اتحاد اسليم وأوزان يحاول اسليم وأوزان بناء منزل في تحدي لجميع العقبات التي ستعطل سعادتهما جوليد مصممة على الوقوف في وجه هذا الاتحاد بينما تضحث سبتمبر عن طريقة لإنهاء حملها تلاحق يغيز تحركاتها المشبوهة يحاول أوزان جمع الجميع معا لكنه في نفس الوقت يواجه برشينوك ديسمبر ويخطط لإظهار الحقيقة للجميع سوف العاب سيبل يسبب لها للحصول على أقرب إلى هدية في حين فتح بينها وبين القطران ديسمبر في موازات ذلك سيجذب الخمول والغفايان المستمر في سبتمبر انتباه يا إرموس لن يغادر يغيز بعد سبتمبر بينما تحاول عائلة يغيز منعه من مقابلة سبتمبر رازية من ناحية أخرى تراقب ما يحدث من مسافة بعيدة مرة أخرى تظهر جميع الألعاب التي أنشأها عدنان وبرشين وسيبل واحدة تلو الأخرى لقد أدركوا بالفعل بعض الأشياء على الجانب اثنين بفضل الهدية تبحث مصرحية برشينين عن أسل أشم أوزان أوزان أسل أشم أثناء الظهور من أجل منع هذا الاجتماع لا يتبع الفاتح أسليم في موازات سبتمبر ويا إرموس كانت الفتاة التي أنقذها نيرمين حياته والتي أحبها كثيرا وحتى حاولت تقديمها لابنه موجودة بالفعل في حياة يا إرموس رازية لا تزال على الهامش في انتظار العاصفة بهدوء تعبت من مسرحيات برمين قرر الشاعر الآن الكشف عن كل شيء يضع الشاعر خطة خاصة به ويريد أن يظهر كل شيء لأسلين ويشمله فيه لكن برشين لن يبقى في القاع المعتاد مرة أخرى من ناحية أخرى بفضل رازية ويا إرمز وستمبر الذين نشأوا في عائلات أخرى على وشك مواجهة مصيرهم مرة أخرى على نفس الطريق بينما تتساءل والدة يا إرمز عن مكان ابنتها ستظهر لها الحياة أنها في الواقع أمام عينيها مباشرة على الرغم من خطط سبتمبر المفككة لا يمكن لأزن لا أسلين ولا يا إيمز وإيل التخلي عن بعضهم البعض ويجمعهما القدر مرة أخرى عندما كان ماضي يا إرمز وإيل إرمل المعقد على وشك الظهور على السطح تم الكشف عن سبب انفصال أوزان وأسل إرمل سوف يتصرف الشاعر بطموح هذه المرة ليس بالغضب ولكن بالمنطط بينما كان سيبل ووبيشين في حالة خوف حل أوزان الأحداث ستبحث رازية يا أوشيز وسبتمبر في ماضي الثنائي وتستخدمه كرافعة لنفسها من ناحية أخرى تدرك والدة يا ريز المواقف ابتعد يا إرمز عن سبتمبر بالخطة التي وضعها عبنان سبتمبر من ناحية أخرى يعاني من ألم يا أومز غير مدرك للحيل التي حولها كوراي بينما يحدث كل هذا ستستخدم رازية يا أومز إيل أوكلا لمصالحها الخاصة من ناحية أخرى بدأ يلاحظ المسرحيات التي ترجمها أوزان بيرمين واحدا تلو الآخر أثناء محاولته فك تشفيرها يحاول أيضا تصحيح الأمور بينه وبين الأصل أسل إرم الذي لا يدرك كل شيء يتأثر بنهج أوزان ولا يمكنه مساعدة نفسه سر الهدية الذي احتفظ به لسنوات يضيق عليه بينما تحاول سبتمبر إيجاد حلول جديدة لمكافحة الألم الذي تعاني منه تقترب من الفخاخ التي أعدها عبنان وكوراي يا جيز تماما مثل سبتمبر سيتم اختباره بشكل كبير حول من تثق به سيكتشف أوزان أن هناك أسرار أكبر مما خمن دون أن يدرك ذلك باللعبة التي أنشأها لجعل أسليم يقول الحقيقة لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشتراك